بيبدأ في المنا بجيمس وقف حفلة معمولة ليه علشان خلص اخر عملية بنجاح وبيكون قاعد مع اخو والتر وصاحبه كلاف وسام لما بيشوف حبيبته بيسيبه مبيروح يقف معاها وبتعرفه انها بقت صحفية مشهورة وبيلاحظ جيمس والتر وبيتكلم في التليفون ومتعصب ويباين عليه واقع في مشكلة كبيرة وبيشوف هو بيحاول يغطي حاجة دفنها في الارض ودخل جيمس وراه علشان يعرف ايه المشكلة وولتر مرضيش يقوله وبعد كده اخد مراته ومشي وبالليل بيجي اتصال لجيمس ان وولتر اتقتل ولما بيروح بيلاقي اخوه ميت وبيكرر انه هينتقم من كل اللي كان السبب في موت اخوه وبعد كده كلاف اتصل بجيمس وقال له انه محتاجه بسرعة علشان فيه ناس عنده عايزين يقتلوه لكن لما بيروح له للاسف بيلاقيه ميت وماسك تليفونه واخر رسالة كانت من واحد اسمه وبراين وبيقوله فيه هينزل يتقابله حالا وفجأة بيظهر واحد وبيهاجمه لكن جيمس قدر يفلت منه ونزل فيه ضرب وبدأ يستجوبه علشان يعرف مين اللي بعته بس ما ادهوش اي جواب وجيمس لما ملاقاش منه فايدة قتله وبعدين هو في العربية بيتصل بصديقه روس وبيطلب منه انهم يتقابله ولما بيقابله جيمس بيسأله على واحد اسم وبراين وبيكون روس عارفه بس ليه اكتر من سنتين مش بيشوف روس وبيكون عارف ان جيمس ناوي ينتقم من موت اخوه وبيحاول يقنعه انه يسيب القضية للشرطة علشان ما يحصلهوش اي ازة لكن جيمس بيكون مصمم على انه ينتقم من اللي قتل اخوه ومن الناحية التانية بيشوف واحد اسمه تيت بيكلم واحد اسمه راي وعايزه يشترك معاهم في اللي هيعملوه وراي بيقوله افكر وارد عليك وبنرجع لجيمس وكان اوبراين بيتصل بيه ولما رد عليه جيمس ولسه هيقوله ييجي علشان يقابله هو قفل السكة في وشه وبعد كده بيروح ياخد سنديق ملفات من بيت اخو والتر ولما بيبدأ يدور فيها بيلاقي الملف بتاعه وبيعرف عنوان اوبراين وبيصور الصفحة وبعدها بيقابل سالم رات والتر وبيحاول يعرف اي حاجة على المشاكل اللي والتر متورط فيها لكن ما بتبقاش عارفة اي حاجة لكن هي بتقوله ان في خمس اشخاص جولها البيت وسألوها على تفاصيل جوازهم لكن هي مردتش على اي سؤال وبعد كده بنشوف الرجل ده وبيقرأ ملف جيمس ونعرف انه كان رئيس في الكوات الخاصة ولما جيمس بيشوف بيجرى عليه لكن مش بيلحقه لانه بيكون هرب بالعربية ومن الناحية التانية بنشوف راي مع روس وبيتفق معاه وبيعرف منه التفاصيل وروس بيقول له والتر اخد اربئين مليون دولار من حسابي وبيقول له المسؤولين عن سرية فلوسي ماتوا وما فيش غير واحد بس هو اللي يعرف مكان الفلوس وبنرجع لجيمس وكان في واحد بيرقبه تبع كونر ولما جيمس بيحس بيه بيقدر يغفله ويثبته من ظهره وجيمس بيسأله عن اسمه تبع مين وبيقول له انا مواري وكيل اعمال كونر وجيمس بيهدده انه هيقتله علشان يخليه يقول له على اي معلومات تانية لكن مواري بيكون ما يعرفش اي حاجة وقال له ان كل اللي طلبه كونر مني ان رقبك وجيمس بيصدقه ويخليه غمض عينه فبيديله بالبوكس في وشه وبيغم عليه ويفتاني يومه جيمس في البيت بيسمع صوت الجرس فبيجهز مسدسه ولما بيفتح الباب بتطلع حبيبة جيمس وبيدخلها وبيفضلوا يتكلموا مع بعض بخصوص اللي حصل مع اخوه وبعد شوية بيرن الجرس ولما بيفتح الباب بيطلعوا بتوع الغاز وبيقولوله انهم جالهم بلاغ ان في حالات تسريب غاز في المنطقة دي وبيدخلهم وبيقولهم ان ما فيش ريحة غاز وبيبص جيمس وبيشوف في جيبه حاجة شبه المسدس فجيمس بيطلع مسدسه وبيثبته بس بيكتشف ان ده جهاز لاسلكي والراجل التاني استغل انشغال جيمس ولسه يطلع مسدسه راح جيمس ضربه بالنار لكن الراجل اللي كان معه الجهاز الاسلكي مسك حبيبة جيمس وبيهدده انه هيقتالها وبيقول لجيمس ينزل سلاحه ويفضل خزنة منه لكن حبيبة جيمس بتقدر تفلت منه وجيمس بيقدر يضربه وبعد ما وقعوا على الارض مسك السكينة ولسه هيهجم عليه لكن بتتدخل حبيبة جيمس وتضربه بالطاسة على دماغه وبنرجع للي والكس وروس وانشوفهم وهم بينقلوا بضوعة من العربية للمغزن ده غير ان في بضوعة زيها يتجلهم يوم الجمعة وفي نفس الوقت بيجي اتصال لروس من مساعده وبيقوله ان فيه اتنين باعتهم علشان يخلصوا على جيمس ماته وبنرجع لجيمس هو بيتصل على سامو بيقوله مفيش حد يتبقى غيرك قصك فيه وبعدها بيدخل على اللاب توب بتاعه علشان يهقر العملية اللي روس هيعملها وعند ري والكس بيجي له امواري وبيشوف مراته هناك علشان يموتها ويموته هو كمان علشان فشل في مراقبة جيمس وبيقول لهم يدوله فرصة تانية لكن بيجي له مسدس علشان يقتل مراته لكن مش بيقدر ولما جاء علشان يقتل نفسه ولقى المسدس فاضي وساعتها بيموته هو ومراته وبنرجع لجيمس هو عند بيت اوبرين ولما بيلاقي البيب الامامي مقفول فبيلف من البيب الخلفي ولما بيدخل البيت بيفضل يدور على اي ملفات يساعده ان يوصل لأوبرين لكن مش بيلاقي اي حاجة وساعتها بتيجي عربية فيها تلاتة وجيمس بيلف لهم وبيقدر يخلص على واحد منهم لكن الاتنين بيقدروا يفلتوا منه وبيهرب جيمس بس الاتنين بيتردوه ولحد ما دخل جيمس ما كان فيه ضباب ولما الاتنين بيدوروا عليه بيكون هو فوق كوخ وبيقدر يقتلهم هما الاتنين ومن الناحية التانية تيت بيقابل راي وبيقوله لازم يخلص العملية بسرعة وبيقوله حاول تقتل جيمس قبل ما يبوز العملية وبعدها راي بيسيبه ويمشي وبيروح لروس وبيقوله ان جيمس اخترك العملية وقارف كل حاجة عنها وبيقوله انت لازم تخلص عليه قبل ما تبدأ العملية وروس بيقوله ان من الصعب خلص عليه وبيرد عليه راي وبيقوله اضغط عليه من نقطة ضعفه وبنشوف سام وداخل القفيل جيمس علشان يتفقوا على خطة ان تقموا الويلتر من العمل في كده وبيقوله انه بيدور على واحد اسم اوبرين لانه كان صاحب كلاف وسام بيسأله ازاي هتوصله وجيمس بيقوله ان اوبرين في الوقت الحالي بينقن من بيت لبيت وسام بيستأزم منه ان يدخل الحمام وهو في الحمام كان فيه شرطة هيسممه لكن جيمس بيلحاوه على اخر لحظة وبيستجوابه لكن ما بيعرفش غير ان الشرطة هتهرب مخدرات ومش بيصدقه ولما بيسأله مين اللي بعتك بيرفض يجاوبه وجيمس بيسممه وبيسيبه ويمشي وفي يوم الجمعة الدفعة الجديدة من البضاعة بتكون وصلت والشرطة بتبدأ تنزلها وبيروح جيمس للقفيل وبيسأل عن اوبرين والجرسون بيأكدب عليه وبيقوله نبطل ييجي هنا وبيكون شكله راح ايرلندا وجيمس بيقوله يبقى لما ييجي يقوله ان جيمس سأل عليك وبيكون اوبرين مستخبي وبعد ما بيطلع علشان يركب العربية بيلاقي جيمس بيثبته بالسلاح واوبرين بيقوله خلينا نتفاهم بهدوء وبيمشوا مع بعض وبيعرف منه ان فيه عملية تهريب مخدرات والشرطة هي اللي هتهربها وبيعرف كمين ان روس كان اتفق معاهم ان اي حد هيبعد من العملية هيموت وساعات هولتر خرب العملية وعلشان كده هتتعامل من اول وجديد واوبرين بيقوله ان روس بيشغل عمليات في مستودع من المنطقة الصناعية فجيمس بيطلب منه ان يوديه هناك وبالفقالة بيروح جيمس واوبرين وسام وبيستنوا لما روس يمشي وجيمس بيخلي سام في العربية علشان لو مخرجوش يمشي على طول وهم داخلين بيلاقوا حارسين وبيتسلل جيمس للحارس الاول وبيضربوا وبيخنقوا والحارس التاني لما بيسمع صوت بيروح بس مش بيلاقي حد لكن جيمس بيدربوا من ظهره بيوقعوا على الارض وبيتفرقوا وبيوصل اوبرين لمكتب روس وبيبدأ يدور على اي ملفات ضده وبالفعل بيلاقي ملف عن العملية ومن الناحية التانية جيمس بيلاقي شنط البضاعة ولما بيفتحها بيتأكد انها عملية تهريب مخدرات وطلعت صح ومن الناحية التانية عند اوبرين في حارس جيمين وراه بيقتله واول ما بيوصل لمكتب روس بيصور بالموبايل بتاعه علشان يتأكد مين اللي جوه وبيعرف ان في حارس وقتل اوبرين وبيقدر جيمس يخدع الحارس وبيقتله وسام ساعته بيحس انه متأخره وبيلاقي روس وصل للمستودع وفاجأ بيوصل الحارس اللي جيمس ضربه وبياخد منه التليفون واول ما روس بيدخل المستودع بيطلع سلاحه وبيقول لي جيمس انا عارف انك هنا وبالفعل بيطلع من وراءه بيثبته وبيخليه يرمي مسدسه والسكينة اللي معاه وبيسأله انت ازاي اتغيرت كده بعد ما كان محل ساقة وهم بيتكلموا روس سمأ صوت حد من الحراس جاي وبالفعل بيطلع اتنين على جيمس وبيضربه بالنار وبيمسك روس يهددهم بيه وساعتها بييجي حارس من وراه فبيضطر جيمس يسيب روس ويهرب وبيطردوه لكن مش بيلحقوا لانه نط من الشباك وهرب وبعدها روس بيروح لمكتبه بيلاقي ريفيه وبيلوموا بعد انه ما يبقوا السبب في فشل العملية وبعدها جيمس بيروح علشان يرايب واول ما بيوصل البيت بيدخل وراه بيهدده بالمسدس علشان ياخد منه معلومات وآلكس بيقوله ان الوراء العملية دي واحد اسمه هاموند وهو اللي خلص على كل الزباط ومنهم ويلتر وبيروح جيمس الحبيبته القديمة وبيحكي له عن كل حاجة وبعد كده جيمس بيطلب منها اول ما يديها اسماء الناس المتورطين في الفساد تفضحهم وروس كان ماسك سام وقال له انا هديك فلوس كتير لو خونت جيمس ولما جيه جيمس يكلم سام رد عليه روس وقال له انا عايز الفلوس اللي اخدها اخوك مقابل انه يسلمه سام ويدي له مهلة ساعتين وبعد ساعتين بيروح جيمس مكان التسليم مش بيرضى يديهم الفلوس الا لما يديله سام وقال له من اول ما هياخد سام هيركب العربية وهيرمله مشنط الفلوس بس بيكونوا محضرين له فخ وهو قناص قاعد من بعيد وبيقتله سام والقناص بيضرب جيمس برصاصة في سادره وجيمس بيشوف هاموند هناك وبيسأله عن مكان الفلوس ولما بيرفض يقول لهم على مكان الفلوس هاموند بيخلي رجالته تدخل عليه ومعاهم سالم رات والتر وبيهددوا انه ما هيقتلوها لو ما قلوهمش على مكان الفلوس وجيمس بيقول له انه ما يعرفش مكانها وانه كان بيكدب على روس علشان يخليه يطلق صراح سام ولما الحراس بيمشوا بيسبوه جيمس بيفك نفسه ولما هاموند بيطلع جيمس بيضربه بالخشبة وبيضرب رجالته كلهم ولما بينزل بيلاقي ري وروس وبيبدأ روس يحكي له ان كان فيه زباط كتير في البلد بس البلد مقدرتهمش وبعد كده بيهربوا هما الاتنين وجيمس بيفضل يطردهم واول واحد بيقتله جيمس بيكون ري وبيفضل يطارد روس وبيبدأ بينهم قتال بالايد لكن برغم ان روس معاسك كينة الا ان جيمس بيقدر يخلص عليه وبيروح جيمس لحبيبته وبيطلب منه انها تنشر اسماء المتورطين في القضية ووقت ما كان جيمس قاعد في البيت بيفكر كليه في وقت ما كان مخب حاجة في الجنينة ولما بيحفر بيلاقيه شيك بالفلوس ومتحولها لحساب سالي وبكده احنا خلصنا الفيلم لو الفيلم ده عجبك بقى ياريت تعمل لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وياريت تنزل في الكومنتات تقولينا رأيك وما تنساش تفعل الجرس دي اصلك كل جديد وكان معكم احمد اشرف اللي سجله وما ننساش امونيوس اللي كتبه ويشام صلاح اللي منتجه وما تنسوش تعملول نفوله على انستجرام وبس كده السلام